موسيقى عزيمة الدولة في الحفاظ على طبيعها الاجتماعي يتضح جليا من خلال بيان السياسة العامة المعروض بالمجلس الشعبي الوطني دعم الطبقات الهشة من المجتمع عقيدة رسخة لكن دون إخفال وضع تدابير لازمة لبعث النشاط الاقتصادي ظروف الصعبة لم تثني من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن نتخلى عنها أبدا بهذا الصدد فقد تجاوزت الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية قيمة 5.000 مليار دينار جزائري كما بلغت قيمة الإنفاق الضريبي خلال السنتين الماضياتين متوسطا سنويا قدره 440 مليار دينار جزائري وفي إطار مساعيها لرفع القدرة الشرائية قامت الحكومة بأمر من السيد رئيس الجمهورية بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز لتين ألف دينار جزائري في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي حيث مس هذا الإجراء أكثر من خمس ملايين شخص تكريس دولة القانون وتجديد الحوكمة جسدته الحكومة في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة هذا ما تجل في تفعيل دور كافة المؤسسات الدستورية المستحدثة محور عمل الحكومة أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها السيد رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري لا سيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلاة وبوضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية بيان السياسة العامة للحكومة الذي يحمل حصيلة مختلف القطاعات الاقتصادية يأتي ليبرز الجهود المبذولة من قبل الدولة في الرقي بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل مع إبراز القفزة المحققة في مجال الصادرات خارج المحروقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر